دات إيران بالانتقام لجنرالها قائد فيلق القدس قاسم سليماني قابلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعهد برد أعنف مما سبق وذكر ترامب أن الجيش الأمريكي هو الأكبر والأفضل في العالم وأنه في حال هاجم الطهران أي من قواعده فإن الأسلحة الأمريكية الحديثة ستجيب دون أي تردد وكان ترامب قد أكد أن بلاده ستشن 52 ضربة سريعة وقوية على مواقع إيرانية بالغة الأهمية إذا قامت طهران باستهداف الأمريكيين تصريحات الرئيس ترامب واضحة تماما إذا أخطأ آية الله وهاجم المصالح الأمريكية فسيكون الرد سريعا وسيكون حاسما مكلفا نعتقد أن هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأا وتهاجم قواتنا في العراق أو جنودنا في شمال شرق سوريا لدينا العديد من القوات في المنطقة وسيكون استهدافها خطأا كبيرا لأنها مستعدة ويبحث ترامب مع وزير الدفاع مارك أسبر قائمة أولية من الخيارات للتعامل مع أي تصعيد وتشمل الخيارات ضرب السفن أو منشآت الصواريخ الإيرانية أو استهداف ميليشيات إيران في العراق قرار ترامب قتل سليماني فاجأ مسؤولين في وزارة الدفاع لأنه يعد الرد الأكثر سرامة على أعمال العنف التي تقودها إيران في المنطقة وهو خيار تفاد الرئيسان الأمريكيان السابقان اتخاذه خشية من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه لكن مهاجمة السفارة الأمريكية في العراق كانت القشة التي قسم الضهر البعير فبحسب مسؤولين في البنتاجون كان ترامب يشتاط غضباً وهو يتابع الأحداث وأمر بضربة محددة للتخلص من سليماني كانت الضربة ستلغى في حال استقبل مسؤولون حكوميون عراقيون القائد الإيراني المصنف إرهابياً للإخبارية هند إبراهيم، واشنطن